بسم الله الرحمن الرحيم مهارات الاتصال الوحدة السادسة تنمية الذات ودورها في بناء العلاقات الإنسانية طبعا من خلال الفصل أول والموضوع نلاحظ أن هناك تنمية للتطوير الذات اللي هي الشخصية وما هو دورها في بناء العلاقات الإنسانية أحداهما يقود إلى الآخر يعني ما هو دور تطوير الذات تنمية الذات اللي هي الشخصية وما هو دورها في بناء علاقات إنسانية طبعا ذلك يكون من خلال الاتصال يجب أن يكون هناك اتصال طبعا هنا نتعرض إلى عدة موضوعات زي ما ذكرنا الذات الشخصية الدور الذي يمكن من خلال الاتصال تطوير العلاقات الإنسانية ما هي العلاقات الإنسانية ما هي الذات ما هو التطوير كيف يتم التطوير إلى آخره طبعا بداية نقول قد قرأت في أحد الصحف إعلان عن وظائف شاغرة ولا بد أنك لاحظ أن المطلوب من الشخص المتقدم أن يكون قادر على الاتصال الشخصي بالآخرين هذا أحد الشروط الشروط المقدمة من قبل الشركة طبعا ما معنى أن يتمتع الإنسان بقدرة جيدة على الاتصال الشخصي بالآخرين وما أثر ذلك على نجاحه في حياته ونجاح تلك المؤسسة التي سوف يعمل بها وهل الاتصال الشخصي ضروري في حياتنا اليومية الوظيفية أم أنه غير مهم طيب لو كان مهم ما هو الهدف الأساسي الرئيسي من عمليات الاتصال التي تحدث إذن هنا يجب علينا أن نعطي تعريف للاتصال الشخصي يمكن تعريف الاتصال الشخصي بأنه تبادل للمعلومات يحدث بين شخصين أو أكثر فربما يحدث هذا الاتصال بين أفراد المجموعات الصغيرة المكونة من خمس أشخاص ستة أشخاص إلى آخر وقد يحدث أيضا بين أفراد مجموعات أكبر كفريق كرة القدم أو كمجموعة طلابية داخل الجامعة حيث تكون هنا المعرفة لأعضاء الفريق أو المجموعة جيدة الكل يعرف بعض البعض إلا أن الاتصال الشخصي يكون في العادة أفضل عندما يكون بين شخصين فقط طبعا لا يكتمل الحديث عن موضوع الاتصال الشخصي دون ربطه بالعلاقات الشخصية العلاقات الشخصية التي نكونها مع الناس الذين يعيشون إيش حولنا سواء كانت هذه العلاقات حديثة قديمة سطحية حميمة مضطربة مستقرة طويلة قصيرة مهمة ثانوية إلى غير ذلك فبغض النظر عن الطريقة التي نصف بها علاقتنا بالآخرين المجتمع الذي يعيش حولنا والبيئة التي نعيش فيها فنحن نحتاج إلى إنشاء مثل هذه العلاقات وإلى المحافظة عليها والتواصل المستمر مع الآخرين من خلال الاتصال الشخصي وبعبارة أكثر دقة يمكن الكون أن إنشاء مثل هذه العلاقات الشخصية مع الآخرين وتدعيم هذه العلاقات والتأكيد على وجودها أو إضعافها أو تأجيلها أو إنهائها يعني إنه نختم عليها ما نحتاجها يحدث من خلال التواصل إذن ممكن أن نأكد على هذه العلاقات أو نضعفها أو ننهيها من خلال الاتصال الشخصي طبعا يستخدم البشر الاتصال الشخصي في جميع المعاملات مع الآخرين فلو اطلعنا على الأعمال التي يكون بها شخص معين خلال يوم معين فسنجد أن هناك الكثير من الأعمال التي قام بها مثل قد يكون مثلا تكلم مع والديه تحدث مع زوجته أجاب على بعض الاستفسارات من ابنه تحدث مع صديقه ناكش معضوع مع شخص آخر إلى غير ذلك من الأعمال والطريقة التي تم فيها التواصل مع هذا المجتمع الذي يعيش فيه ويدور من حوله تعكس نوع هذه العلاقة ومدى قوة هذه العلاقة التي تربط بالآخرين إذن قلنا الاتصال الشخصي مهم مهم في حياة الإنسان فالإنسان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن المحيط الخارجي الذي يعيش به يعني أن نعيش لوحده دون الآخرين دون ما يتعامل مع الآخرين دون ما يتعامل مع البيئة الخارجية والداخلية البيئة طبعا كل ما يحيط بالشيء ويؤثر ويتأثر به هناك بيئة داخلية وبيئة خارجية بيئة داخلية زي بيئة الأسرة الواحدة بيئة خارجية مثلا الأصدقاء بيئة العمل هذه بيئة يجب أن يتعامل معها لا يمكن إلا أن يتعامل معها طبعا هذا ضروري لأن الإنسان زي ما ذكرنا لا يمكن أن يعيش لوحده يجب أن يتعامل مع الآخرين وإلا انعكس ذلك سلما عليه الصابة العقد النفسية والأمراض النفسية إلى ما آخره ويقول الله تعالى إن خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارف إذن مسألة التعارف مسألة مهمة ويتم ذلك من خلال الاتصال ترجمة نانسي قنقر